بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع اللي في النمازج للسانوية العامة والموادية دي كلها تنفع لكل المرحلة السانوية لأن الأفكار دايما متعادة ومعروفة يعني بنكتب عن إيه اللي هنا بيقول Our duty towards the environment واجبنا نحو البيئة يبا أنت بتكلم أساسا عن البيئة والمسئولية مسئولية عشان أكيد نحافظ عليها يبا أنت كده لازم تفهم الفكرة وتحللها في مخك في الأول قبل ما تكتب فهنا فكرنا عملنا brainstorming طبعا environment يبا أنت هنا تشرح يبا أول خطوة حشرح environment يبا المقدمة بتحتي فيها شرح وبعدين من الشرح هقول عشان كده هي مهمة وعشان هي مهمة للحياة يبا أنت نقطة الثالثة واجبنا نحافظ عليها يبا واجبنا نحافظ عليها من المخاطر اللي هي ممكن تبوزها تبوز البيئة وبعدين تعلق على الموضوع يبا أنت كده نظمت أفكارك اسمحة مرة تانية نحن نظمنا الأفكار هنشوف بقى إزاي هنطبق الأفكار اللي احنا عملناها راف كده في موضوع أغلبه شرح وأهمية المخدمة The environment is mother nature تعريف البيئة هي الطبيعة الأم الأم يعني المسيطرة والمهيمنة والمتحكمة ولازم تكون متوازنة طبعا هو خلاص كفاءة كلمة mother nature وهي معروفة أن أنت لما mother nature دي يعني هو يقولك mother nature هي environment يبا دي الجملة topic sentence الأولانية عملها support ما لازم أعمل سطور يبا اقول this means يبا أنا عندي حشرح الجملة الأولى it is the mother of all nature ما فيش إضافة احنا مجرد فكناها مشارح عشان هي mother of all nature أقول that is why شايفين الروابط هنا إذا بتخدم المعنى that is why it is very important to protect the environment تسلسل الفكري طبيعي ومنطقي this is the duty of all people دي الواجب الناس كلها عايز أقول بقى people أو individuals الأفراد and governments هعرى مرة تانية المقدمة فكرة معرفة بعرف فيها إيه هي الـ environment بابسط الطرق the environment is mother nature full stop طبعا أنا عايز أقول ايه mother nature دي يبا أقول this means هذه كلمة الروابط هنا it is the mother of all nature ما قالفناش حاجة لسه that is why عشان هي mother of all nature أقول له that is why روابط أخرى it is very important to protect the environment أكيد يبا زودنا كلمة protect طب مين اللي هيعمل الدور ده مين مين اللي هيعمل الدور ده مين اللي حنفزه دي الجملة اللي بعديها this is the duty من واجب مين of all people تكتب people أو تكتب individuals براحتك and governments أكيد الحكومات لوحدها ما تقدرش والأفراد لوحدهم ما تقدروش وكده عملنا topic sentence والsupport بتاعها يبا كده خلصنا من المقدمة كلها ككتلة لو أنت بقى شايف أن الأولانية دي ده ما تقيل عليك خلاص نبسط شوية بس هنأثر كده ونرجع لسلوب السؤال what is the environment this is an important question ومش حقدر أزود أكتر من هنا لأنا ما عنديش مزايا وعيوب ممكن بقى أخش بشرح هي ال environment من المقدمة الأولى يبا يا دي يا دي اللي تريحك أكتر استخدمها أنا عن نفسي في الحكيز بتاع الشرح أفضل الأسلوب الأول خش على ال body طيب حناش رح بقى أكتر بوضوح أكتر إيهي ال environment هنا explanation in more details the environment is everything that affects our ability قدرتنا to live on the earth the environment is everything هي كل حاجة that affects بتؤثر على our ability قدرتنا to live نعيش on the earth طب إزاي يعني عندي أنا أكمل كلام طب كلام اللي جاي example يبن يجيب بالرابط يقول for example comma قوم لك ديها full stop for example comma the air we breathe the water that covers most of the earth surface the plants and animals around us and all living creatures and all living creatures يبن طبعا الشرح ده بيقولك قد إيه هي مهمة للحياة على الكرة الأرضية نتيجة ذلك as a result نتيجة ذلك الروابط مهمة جدا أنك تزبطها في مرحلة التأليف الأولانية الراف الام سوادة it is our duty خلاص بقي بالنقطة اللي جاية دي duty الفاكرة رأسية duty اللي قبلها قلنا أهمية للوقتي duty to protect نحمي the environment from any damage من أي ضمار من أي خراب يبا هنا حطينا كلمة duty و protect و damage هل ممكن نستغن عن الكلمات دي في موضوع الenvironment لا ما يفعش يبا لازم أذكره it is our duty to protect the environment from any damage all people have to fight global warming ايه المخاطر بقى global warming من لا يحارب global warming كل الناس كل الناس فيش حد أو حد لا نيجي للجرامر have to الزام طبعا اللي مذكر درس الالزام have to الزام خارجي يعني من المؤثرات خارجية يعني انت مش مش نبع منك او من اللي بيكلمك لأ الزام جاي من بره الenvironment دي اهميتها حاجة من بره يبقى have to او has to طبعا ما دي بتاع هاتو all people have to fight global warming الاحتباس الحراري moreover بالاضافة الى ذلك روابط الافكار بضيف معلومات we all have to solve the problem of throwing plastic bags in the seas and oceans طبعا اللي بيتبع الاخبار بيعرف ان مشكلة الكاس البلاستيك في البحار والمحيطات قاتلة اصبحت قاتلة فانا اجيب عنوين بس مجرد عنوين يبقى الرابط الثاني moreover ويقول have to زبطنا الزمن الجرامر اللي انا نكتب به to solve the problem of throwing plastic bags in the seas and oceans full stop ما تشرحش بقى تأثيره مع البيئة او الكلام ده لا مجال التالت ممكن اغير السوب شوية burning rubbish حرق الزبالة دي كارثة is another problem another معناها بضيف معلومات يبقى another هي الرابط اللي انا بستخدمه انها مشكلة واناظر بضيف معلومات يبقى as a result بعدين moreover بعدين another problem burning rubbish is another problem that has to be solved طبعا problem هتبقى has to be solved obligation من ظروف خارجية has to be solved خلاص كده الشرع خلص in conclusion طبعا لازم احفظ in conclusion the consequences العواقب من الكلمات اللازم تكون انت محضرها ابنخش الامتحان the consequences العواقب of the damage من خراب او ضمار of the environment are fatal مصيرية يعني مساء حياة وموت fatal that is why ولذلك it is our duty to protect the environment من واجبنا to protect نحمي environment اخر جملة ربطناها بالعنوان اللي هو بيقولك ايه دورنا ناحية البيئة يبا انت كده عفلت المهضوع عفلة هاي لا حسب قواعد كتابة اللغة الانجليزية good luck اعملوا subscribe smile take care اتمنى انتركوا التفوق في كل مكوتكم شكرا خليت زكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا